طغى الملف الامني في الايام الاخيرة على كل شيء وبدل نقاش قانون الارثوزوكسي او المختلط توزعت الاشكالات والقنابل في عدد كبير من المناطق اللبنانية لدرجة ارتفع فيها منسوب الخطاب المذهبي حتى لامس الشتم وكما يبدو فان حزب الله انجرى الى زواريب مدينة صيدة تماما مثل من جرى الى زواريب القصير السورية واضح انه وشرع حزب الله انتقل من المكرو للميكرو يعني بمعنى انه صرنا امام اهتمام او وقائع امنية لعلاقه بزواريب الحضور السياسي والامنة بل بل على الساحة اللبنانية ما في شقاء جديدة لحزب الله بشركة صيدة انما في وضع جديد ما عاد فيه امكانية لهذه الشقاء الموجودة اصلا وهي المراكز انها تكون موجودة لانه راح بالمواجهة الاهلية حزب الله بحيث تسوي المطلوبة ليحمي فيها الشقاء معاش متوفرة وعدد من المواجهات الموضعية والمحلية واللي هي راح تكون شغله الوحيد هلأ بهالفترة بالفضل الموقع الاخير لنتقلل الحزب بعد بداية السورة بسوريا دخول حزب الله الحرب السورية زاد من سودوية الواقع مترافقا مع غياب الحكومة وقواها التي اعطت غطائها للجريمة المنظمة التي بدأت بالادوية المزورة وحبوب الكيبتاجون وصولا الى الخطف ورمي القنابل كما التهديد اليومي باستعمال السلاح ترجمة نانسي قنقر